تحية طيبة صديقات والأصدقاء العزاء أخبار سارة للجالية العراقية طبعا إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة راح تصير وإن شاء الله شوي شوي يعني تباعا بالتدريج راح تحل بعض المشاكل تعاني منها الجالية العراقية في كندا طبعا خلوني أبدأ من إذا تذكرون أنا قبل كم يوم نزلت نداء إلى رئيس الوزراء العراقي بخصوص فتح قطوط طيران عالمية وليست محلية إلى كندا طبعا في مخاطبات صايرة بين الوزارة السفارة العراقية ووزارة الخارجية وأيضا الحكومة العراقية وزير النقل العراقي قدم تسهيلات بهذا الخصوص للشركات العالمية التي تفتح قطوط طيران مع كندا راح ينطيهم يعني وقود مخفض وأسعار مخفضة بالنسبة إلى الباركينج وهذه الأشياء التي التي الطائرة ممكن تتفحها لما تنزل في مطار معين هذا بالنسبة للموضوع الطيران أنه أيضا في شركة طيران كندية أبدت اهتمام بالموضوع وفي تواصل بينها وبين السفارة العراقية بهذا الخصوص هذا بالنسبة إلى موضوع خطوط طيران يعني في حركة بالموضوع وإن شاء الله الأمور تبشر بخير الخبر الثاني المهم أنه الجواز العراقي الألكتروني راح يتحولون من العادي حاليا يصدرون بالسفارة الجواز العادي راح يتحولون إلى الجواز الألكتروني السفارة أصدرت سماد دخول إلى خمس ضباط راح يجون من الداخلية يبدون يشتغلون على إصدار الجواز الألكتروني المكان موجود في السفارة وحسب ما سمعت الأجهزة أيضا موجودة فرح يجون ويباشرون العمل اعتبارا من شهر آذار ربما شوية أكثر نحن بالعراق مؤقل ربما تتأخر بس هو هذا الموعد المفترض إلى أن يباشرون بأعمال إصدار الجواز الألكتروني في شهر آذار المقبل بالنسبة إلى البطاقة الوطنية موضوع مهم جدا والناس تعاني من عنده إن شاء الله هي الموافقات حاصلة لفتح مركز للبطاقة الوطنية في السفارة العراقية في أوتاوا الوزارة الداخلية الآن الكرة في ملعبها هي قررت أنه تمشي بالخطوات تباعا بعد أن يخلصون موضوع الجواز الألكتروني في شهر آذار راح يبدون شرعونه موضوع البطاقة الوطنية جد تأخذ ما نعرف ربما أشهر ربما شهر شهرين ما نعرف فالمهم الموضوع شغالين عليه وواصلين إلى مراحل نهائية بالنسبة إلى الجالية العراقية في برتش كولومبيا والمقاطعات القريبة عليها ترقبوا خلال أيام زيارة من وفد من السفارة العراقية يجي يكمل معاملاتكم ببرتش كولومبيا من تصير المواعيد يعني فاينالايزد مية بالمية والمكان إن شاء الله أيضا أنا راح أنزل الفيديو أبلغكم وين راح يصير اللقاء وإشلون التقديم وما إلى ذلك وأيضا أنتم خليكم اللي عنده معاملة خليه يتابع موقع السفارة العراقية في أوتاوا بشكل مستمر لأن بالإعلانات هم ينزلون أنه راح تروح الوجبة الفلانية ووفد من السفارة اللي يريد يحجز وكذا يسجل اسمه هذا بالنسبة إلى فحيشينا على الطيران حيشينا على البطاقة الوطنية وحيشينا على الجواز الإلكتروني بالإضافة إلى مساعي حثيثة ومستمرة التعاون مع الحكومة الكندية دعوة مسؤولين أيضا تفعيل اتفاقيات غير مفعلة مثلا فيه اتفاقية زراعية بين العراق وكندا يعني تم التوقيع عليها سنة 2018 لكن للأسف لحدنا المحطلة السفارة تشتغل على أنه يعني تفعل هذا الموضوع ولقاءات حثيثة مع مسؤولين وهذا الشيء جيد يعني نحن نتمنى أنه كل السفارات تحذو حذو السفارة العراقية في كندا وأيضا نشكرهم على جهودهم ونطالبهم بالمزيد رغم ذلك نطالبهم بالمزيد وأيضا لا ننسى أنه نشكر الكادر القنصلية في ميسيزاقا لأنهم صراحة يعني الناس الفيدباك اللي جاي يجينا جيد عنهم عن الخدمة وعن التعاملهم الراقي مع الناس فتحياتنا لكل من يقدم خدمة لهذا المجتمع وهذا الشعب وتحياتنا لكل من مؤتمن في قضية معينة يأديها بمهنية عالية إن شاء الله أي شي جديد فيما يتعلق بالأخبار اللي ذكرتها راح أبلغكم بيه وأيضا بالنهاية أوجه شكري لأستاذ حيدر الشمرتي اللي مشكور متواصل وياي حتى يطلع الأبناء الجالية العراقية على آخر الأخبار اللي تفيدهم واللي إن شاء الله تحسن من تعاملاتهم بين الحكومة العراقية وبينهم خكم علي خلف من كندا اشتركوا في القناة